الحجتية أبرز رموزهم في إيران؟ طبعاً هناك كثير من الرموز يعني يبدأ بالمرشد علي خامنه يتبع المدرسة الحجتية وفي عندنا طبعاً الرأساء السابقين مثل رئيس أحمد ينيجاد نابر رئيس رحيم مشاي أيضاً شخصيات أخرى مهمة من قيادات الحرس الثوري الإيراني كل من يمسك بجلابيب السلطة في إيران عليه أن ينتمي أو يكون منتمياً فعلياً إلى هذه المدرسة التي تؤمن بالتعجيل وما ينبثق عنها من القتل والثأر والتدمير وإلى آخره ثم في عندنا فعلياً في ابو نورا نقطة مهمة أيضاً فعلياً من يقود إيران صحيح المدرسة الحجتية بس هؤلاء لمن ينتمون إلى نطاق جغرافي بسموه الفرق المشهدية مشهد؟ الفرق المشهدية بمعنى أن قيادات إيران معظمهم من مشهد كم نسبة تناسبة وكم يشكلون؟ طبعاً قيادات الأغلبية من مشهد أغلبية من مشهد لماذا مشهد على وجه التقليد؟ هذا شف هذا يعني مرة أنا سألت أحد مراجع التقليد بيقول أنه هذا يعود إلى حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم تأتيكم الرايات السود من خرسان فأتوها ولو حباً على الثلج خرسان طبعاً عصم التمشهد وفيها مرقد الإمام الرضا أهم المراقد الدينية الموجودة في إيران هذه تبقى نبوءات جزء منها يعني جزء من الهذيان الموجود في العقلية الشيعية للأسف الشديد أنا لا أريد أن أقول أن هذا الحديث صحيح ولا غير صحيح لكن كيف يتم تأطير الحديث والتلاعب به زي مثلاً آيات القرآن يعني أنا بسمع إن أعطيناك الكوثر تفسيراً في المنهج الإيرانية الكوثر عندنا نهر في الجنة هم يقولون لا الكوثر هو نسل فاطمة الزهراء الذي لا ينقطع طبعاً في هناك كثير من الجوانب في التفسير اللي أنا بعتقد أنه حتى خروج عن العقل خروج عن الوعي عندما يتم تفسير القرآن وحشا لله أن يتم تحويره بهذا الشكل ترجمة نانسي قنقر